بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بأستعين الصلاة والسلام على أشرف المنصالين أيها أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة بإمني الله سنتطرق إلى نموذج من نماذج اختبارات الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وبدون إطالة مع هذا الموضوع إذن وجدنا هذه الوضعية في أحد المواضيع المقترحة من أحد الزملاء ينبغي أن ننتبه جيدا إلى محتوى هذه الوضعية يقول فيها وضع محمد قطعة من النحاس في إناء به محلول من كبريتات الحديد ثناء F.E.S.O.4 وبعد مدة زمن يلاحظ أن لون المحلول بدأ يتحول إلى الأزرق وتشكل الطبقة من المعدن على طبقة النحاس قبل أن نمر إلى الأسئلة والمطلوب في هذه الوضعية أعتقد أن هذه الوضعية تحتاج إلى تجربة للتأكد من صحتها فلا أظن أن كبريتات النحاس أو نعم كبريتات يعني معدن الحديد يرجع النحاس ثم تتم العملية العكسية يعني النحاس يرجع الحديد أعتقد أن هذا يحتاج إلى قلت إلى التجربة والتأكد من صحتها لذلك فكرنا في إيجاد وضعية بديلة له فاقترحنا هذه الوضعية التي وردت في أحد مواضيع شهادة التعليم المتوسط أظن لسانة 2011 يقول نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي أسوأ أربعة في إناء ونشكل دارة كهربائية كما تبينه الوثيقة واحد ألف ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية وماذا تستنتج صف ما يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي وماذا تستنتج كذلك نغمر صافحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي بعد فترة زمنيان ولاحظة تشكل راصب على الجزء المغمور من الصافحة وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد صوديوم تشكل راصب أبيض صيغة الشاردية زاد آن ثنين زائد زائد ثنين آش أو آش ناقص أكتب بمعادة الإجمال التبع الكيميائي الحديد بينها معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي ألف بالصيغتين الشاردية والجزئية ثم بالأفراد الكيميائية المتفاعل إذن نبدأ بالفقرة الأولى ماذا يحدث عند غلق الدارة كهربائية وماذا تستنتج إذن عند غلق الدارة كهربائية في هذه الحالة لا ينحرف مؤشر القالفانومتر ولا يتواهج المصباح فماذا نستنتج من ذلك؟ أن الجسم الصلب الجزئي لكبريتات الحديد ثنائي لا تنقل تيارك أهربائي إذن نحن قلنا رأينا في تجاربنا في دراسنا أن الجسم الشاردي الصلب لا ينقل تيار كهربائي في حين لما ينحل في الماء يصبح ناقلا لكهرباء وفسرنا ذلك قلنا لأن في الحالة الصلبة تكون الشوارد مقيدة يعني غير حرة الحركة فلا تستطيع أن تنتقل من قطب إلى قطب وبالتالي لا ينتقل تيار الكهربائي إلا إذا انحلت فتصبح حرة وتخضع للقوة الكهربائية للقطبين ثم المطلب الثاني عند إضافة الماء لبلورات كبريتات الحديد ثنائي يتواهج المصباح وينحرف مؤشر القالفانومتر دلالة على أن محلول كبريتات الحديد ثنائي ناقل تيار كهربائي مثل ما ذكرنا إذن فهو محلول شاردي ثم الفقراء الموالية كتابة معادل إجمالي التفاعل الحديد إذن كان لدينا معدن الزينك الذي غمر في محلول كبريتات الحديد ثنائية يعطي لنا يعني يحدث هناك تبادل يعني يرجع الحديد ويتأكسد الزينك إذن فيصير لدينا كبريتات الزينك زائد معدن الحديد هذا بالصيغة بالصيغة الشاردية أو بالصيغة الشاردية ثم نكتب المعادلة بالصيغة الإحصائية أو الجزائية زاد أن أس يعني صلب زائد أف أس أو أربعة محلول يعطي لنا زائد أن أس أو أربعة محلول زائد أف أ صلب أي معدن الحديد معدن الزينك ينحل يتأكسد وينحل في المحلول ليتم إرجاع الحديد الذي كان عبارة عن شوارد فيتحول إلى معدن يعني هناك عملية تبادل بين الشاردة والمعدن وهذا ما يعرف لاحقا بالأكسداء والإرجاع ثم بالأفراد الكيميائية يعني كتابة المعادلة بالأفراد الكيميائية المتفاعلة هنا نستبعد الفرض الكيميائي الذي لم يشارك وهو الكبريتات لاحظ إذن زائد أن صلب زائد شاردة الحديد الثنائية يحدث التفاعل فتحدث عملية التبادل تتحول ذرة الزينك إلى شاردة ثنائية وتتحول شاردة الحديد الثنائية إلى ذرة الحديد يعني هناك تبادل للأدوار بينهما نمر إلى الوضعية الثانية نعلق جسما صلبا أس كتلته ألف غرام بواسطة خيط أف حامل ثم نتركه وشأنه كما هو موضح في الوثيقة واحد الوثيقة معنا في المبينة في الرسم أولا أذكر الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجسم أس ثانيا أحسب ثقال الجسم أس إذا علمت أن جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام ثالثا أمثل القوى المؤثرة عن الجسم أس إذا علمت أن 1 سنتيم يمثل 5 نيوتن رابعا أرسم مخطط الأجسام المؤثرة المتأثرة مع أهمال قوة تأثير الهواء خامسا نكون تصبح قتلة الجسم أس على سطح القمر إذا علمت أن جاذبية القمر هي سدس جاذبية الأرض إذن مع الوضعية خطوة خطوة أولا الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجسم أس لدينا ثقل الجسم أس ونمذجه بالكتابة F ل T على أس أي قوة جذب الأرض للجسم أس أو بالرمز P شعاع يعني F T على أس شعاع أو P شعاع يعني الكتابتين صحيحتين هذا بالنسبة لتمثيل ثقل الجسم القوة الثانية المؤثرة هي قوة شد الخيط للجسم أس وتكون متجهة نحو الأعلى نمذجها بالكتابة أو نمذجها بالكتابة F ل F على أس أي قوة شد الخيط للجملة أس ثم بعد ذلك ذكرنا الأفعال أحسب ثقة للجسم إذن ثقة للجسم أس لدينا العلاقة التي درسناها P يساوي أم في جي أي الثقة يساوي كتلة الجسم في قيمة الجاذبية الأرضية يعني شدة شعاع الحق التطبيق العددين نطبق هنا تطبيق مباشر فقط مع تحويل كتلة من الغرام إلى كيلوغرام هذا شرط يعني ألف غرام نحولها إلى كيلوغرام تسوى 1 كيلوغرام الجاذبية 10 نيوتن هالكيلوغرام يكون الناتج 10 نيوتن بطابعة الحال إذن فهذا الجسم الذي كتلته ألف غرام تكون شدة ثقة له هي P 910 نيوتن معدلة ثم المطلب الثالث تمثيل القوى المؤثرة على الجسم أس بسلم المعطى لدينا كل واحد سنتيم أحذر كل واحد سنتيم يمثل 5 نيوتن كما ورد في الوضعية إذن ف10 نيوتن يمثلها إكس نبحث عن إكس إكس يساوي عشرة في واحد على خمسة يكون الناتج هو إكس يساوي 2 سنتيم بمعنى أن الشعاع الذي سيمثل القوة سوى قوة ثقل أو قوة الخيط قوة ثقل الخيط يساوي 2 سنتيم إذن نمثل فهذا هو الجسم أو الجملة S تؤثر على قوة ثقل عموديا من مركزه نحو الأسفل بشعاع نرسمه قلت طوله 2 سنتيم حسب ما طلب منه ونضع الرمز F شعاع للT على S أي قوة جذب الأرض أو P شعاع مباشرة في الجهة المقابلة بنفس الطول وعلى نفس الحامل يعني قوتان متعاكستان في الاتجاه متساويتان في المقدار تؤديان إلى توازن الجسم إذن ونرمز لهذه القوة بالرمز F شعاع لـ F على S أي قوة شد الخيط للجسم S هذا بالنسبة لتمثيل القوة أرسم مخطط الأجسام المتأثرة مع أهمال قوة تأثير الهواء أو احتكاك الهواء إذن هنا سنمثل مخطط أجسام متأثرة لدينا الأجسام المتأثرة هي ما ذرا هنا يعني سابقنا الأحداث مصححة الترتيب إذن قلنا مخطط أجسام متأثرة لهذه الجملة لدينا الحامل تأثير متبادل بينه وبين الخيط والخيط تأثير متبادل بينه وبين الجسم S التأثير هو تأثير موضعي تأثير تلامسي ثم هناك تأثير الأرض على هذه الجمل وهو تأثير بعدي نمثله بخط متقطع وكذلك بين الجسم والأرض وأيضا حتى بين الخيط والأرض يعني لم نمثله ولكن ينبغي أن يكون موجودا ثم مع المطلب الموالي أرسم مخططا كم تصبح كتلة الجسم آس على سطح القمر لست أدري إذا كان الأستاذ يقصد هذا أم كان يقصد الثقل المهم سنجيب عن الحالتين فبالنسبة لكتلة الجسم S لا تتأثر بتغير المكان سواء كانت على الأرض أو على سطح القمر أو على أي كوكب آخر لماذا؟ لأنها متعلقة بعدد ذرات الجسم الذي هو عدد ثابت إذن فعدد الحبيبات أو عدد الثرات والجزئات التي تكون منها الجسم تبقى ثابتة سواء وضعته على سطح الأرض أو على سطح القمر أو في أي مكان آخر وبالتالي فكتلة تكون ثابتة القيمة لا تتغير بتغير المكان بينما ثقة للجسم S هو الذي يتأثر بتغير المكان لماذا؟ لأنه متعلق بشدة حقل الجاذبية وشدة حقل الجاذبية تتغير ببعد الجسم عن مركز الجسم الجاذب سواء كان الكرة الأرضية أو القمر إذن ففي هذا الحالة في هذا السؤال يصير ثقل الجسم الذي وجدناه يسوى 10 نيوتن فعلى سطح القمر يكون مساويا لسد ثقله على الأرض بمعنى 10 ضرب 1 تقسم 6 نجد ثقل الجسم على سطح القمر هذا بالنسبة للوضعية الثانية نمر إلى الوضعية الإدماجية كذلك هذه عبارة عن وضعية جاءت في أحد مواضيع شهاد تعليم المتوسط وعلى ما أعتقد هي موضوع 2009 يقول اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة أعلمه البائع بوجود عيبين فيها يتمثل العيب الأول في انسداد أمبوب صرف الماء نتيجة ترصب الكيلس فيه سيئة سيئة ثلاثة إذن هذه الصيغة الجزائية للكيلس المترصب ويتمثل العيد الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء التشغيل أو الاشتغال أولا يقول اذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة ثانيا نبين كيف يتم إصلاح أولا العيب الأول مع تبرير الإجابة إصلاح العيب الثاني مع تبرير الإجابة ببرر إجابتك برسم تخطيطي مناسب إذن بالنسبة للسبب الذي يجعل مستعمل الغسالة يصاب بالتكهرب حينما أو بصدمة كهربائية حينما يلمسها دليل على ملامسة سلك الطور للهيكل وغياب التوصيل الأرضي الآن كيف يتم إزالة هذا كيف يتم إزالة الراصب الخلسي يتم إزالة الراصب الخلسي المترصب في أمبوب الصرف بواسطة حنض كلور الماء لماذا علل؟ لأن حنض كلور الماء يتفاعل مع الكلس فيؤدي إلى إنحلاله وفق المعادلة التالية إذن ينحل الكربونات الكالسيوم وفق هذه المعادلة CACO3 زائد 2RCL ينحل معطيا لنا CACL2 كلور الكالسيوم زائد CO2 زائد الماء إذن فيكون الكربونات الكالسيوم يكون منحلا في الماء ثم نضيف لها الماء لتصريف هذه المواد التي صارت منحلة داخل الماء في الأمبوب ثم كيف يصلح العيب الثاني؟ إذن العيب الثاني يتم إصلاحه بأعزل سلك الطور الملامس لهيكل الغسالة بشكل جيد ويمكن أن نستعمل حتى الطلي المنطقة التي يتلامس فيها الطور مع البرغي نطليها مثلا بالبرنيق لكي يكون عازلا ثم نتأكد من وجود التوصيل الأرضي فإن لم يكن هناك توصيل أرضي فنقوم بتوصيله كما به مبين في المخطط المقترح إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته